أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم بحضور سمو الأمير الحسيم لعبدالله الثاني ولي العهد شيوخ ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية أكد أهمية الانتقال من عمل الكتل تحت القبة أو تحت قبة البرلمان إلى الأحزاب البرامجية وأشار جلالته خلال اللقاء إلى خريطة أولويات عام 2022 التي بدأت في التحديث السياسي إذ أعرب عن تفاؤله بالشباب الذين يشكلون الطاقة الأردنية وقدرتهم على تطوير الأحزاب لتكون برامجها تعالج مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية التي تلامس هموما مواطن ولفت جلالته إلى أهمية الرد على المشككين والمشوشين على المجتمع الأردني موضحا أن مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها البعض ضمن أجواء إيجابية وتطرق جلالته إلى التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن على حدوده الشمالية إذ أكد أن نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن وبين جلالته أن الأردن جدد التأكيد خلال قمة جدة للأمن والتنمية على مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر